لابتوب دكتور؟ اه! قد ازباني مش فوقت في بويتر فبتكلم الموالي انا ظاهر لنفعن فيه اثنين دكتور محمد اه! اه! انا اعرض الفايل عن الان بس عشانك ابصن على الشاشة وبتكلم الموالي اه! بالضبط قفل المايك من واحد فيه هو اه! اه! ده سوى الماشي كيهت اماما ان شاء الله؟ اه! كيهت اماما حضرتك دلوقتي بنزل بقى الالكترونيك فيه الكنترول سيسم بنزلنا في بعض السنزور الاساسية اللازم موجودة في اي كنترول فوانا ما اديك شوية امثلة احتاج منك تحفظ لي خمسة ستة منهم تمام اللي هم التمانية دول اه خمسة ستة منهم احفظهم لي كده واحفظ لي الفونكشن بتاع كل واحد فيهم في عندنا السنزور حاجة اسمها ثروت البوزيشن سنزور ايه الثروت البوزيشن سنزور دوت ده السنزور اللي بتاع البوزيشن سنزور الانتيك الانتيك تمام ماشي دوت انت لما بدوص على كافة الاكسراتير كده البوابة نفسها بتتحرك عن طريق ووزيشن سنزور ووير معين الواير دوت لما بتحرك بنسبة لنا كده بيديك فتحة البوابة قدية ربع فتحة نصف فتحة فتحة كاملة اللي بناء عليها هيفهم كنترول كمية الهوة هيقديه بنسبة لبعضي كده المفروض يشتغل على الاساسية تمام ماشي ده اسمه ثروتل بوزيشن سنزور تي بي اس تمام بحيث لما يكون عندنا العربية على الاي دل سبيد هو ليه بوزيشن معين يعرف دي انت على كده على الاي دل سبيد يبعت للكنترول احنا على الاي دل سبيد هجمائنا عند الوقت يبعتيني الكمية لتكفي ان يدور على الاي دل سبيد بالنسبة لما البوزيشن ده بيتغير بياخد مثلا اي جد بزاوية تانية احنا على الفكر خلاص دلوقتي احنا في حالة الدرايفيند دلوقتي او العربية وفقدة وضع هنزود الكمية ما بقىش حينا دلوقتي على الايه على السرنسي او الايدلس بلنسبة للكده السنسور التالي اللي بوجود عندي من دول الحاجات المهمة جدا جدا للكنترول حاجة اسمها الماس اير فلو سنسور ماس اير فلو سنسور ده حساس بيئيز كتلة الهوى اللي داخله كتلة ماشي ده حساس تاني بيئيز الكمية نفسها الكوانتية نفسها بس الكوانتية او الكمية دي بيحتاج سنسور تاني معاه ضرر حرارة الهوى يبقى عشان هو في الاخر عايز في الاخر لما يحط الارتو فيه ويحطها بنسبة الماس بتاعها تمام بيحتاج كمية هوا دي وهيحط الكمية الى ادية ويكون بنسبة له وبناء عليها الايام عنده فين وعين من السنسور الموجود ايام عندك الماس اير فلو سنسور الماس اير فلو سنسور يئيز الكمية والحرارة مع بعض اسم الماس سنسور اه في نظام تاني سنسور تاني بقيس الو الواحده وبقيس ال الواحدها برضو عند لا هو برضو برضو اسم الماسسور تاني تمام ماشي كده بيقى عن طريقة كمية ويدركة الحرارة يقدر يحدث في الاخر برضو ايه الكتلة الهوى اللي داخلها كامل عندنا الكتلة بتاوي الرو في الفي تمام كده الرو ببقى ديبند على ضرر حرارة الهوى فمن عن طريق التمبراتشر يقدر يحسب كسافة قدية تاعة الهواء والفي اللي بتخشه عن طريق السنسور يبقى عن طريق الفي والرو يقدر يحسب المساعة لطول من خلاله ماشي؟ طيب أنا همني إيه بكمية الهواء هحسبها لي؟ من خلال الكلمة احنا قلناها بدلوقتي خليني عشان يدي نظام يعني عشان كفاءة عالية ويدي performance عالية للمكان أو كده صح؟ لا هو عشان يحسب كمية الهواء اللي هتخش اللي بناء عليه هيقول لي الكنترول اللي بعتلي قديك مية وقور تمام ده طبعا اللي هو اللي هو الماف مثلا الما في الزرطة كده أيوك المافي سنسور دا هو هو مثلا السؤال السؤال يجي عليه هيقول لي tomorrow بعد الحسات اللي عندي في الدائرة و ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر اه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بحيث يهرب المية تتبرد بقية عشان ايه ما سخنش برضو المية جوة تسخن زيادة عن حد معين وصلت وصلت يفتح يعد المية تتبرد وتخش وهكذا لأ المطور برد اكتر من لازم في المرة التانية وهكذا لكن عشان عندنا في مصر الطبيعي بتانا حرارتنا الى حد ما بخصونا في الصيف عالية والسرموسات دي برضو يعتبر جزء ميكانيكل فممكن يبوز بسهولة فعندنا في مصر بيحصل ايه بيشير السرموسات ده خالص هتيجي في الشتاء مفيش حاجة بتابنى على المية فتلاقي المطور فعلا بارد والمطور بشغال عليه يعني بارد او كده ليه لأ عشان خاطر انت منعت جزء بتاع الايه الحماية تاعت المطور انها بتوصل حرارة التشغيل شكرا الله شكرا الله المعلومة دي دكتور دي حتى كنت عايز استفادها بس من حضرتك ايه من ضمن حاجة بقى برضو السيئة اللي عندنا كسنسورز الموجودة فيها عندنا حاجة اسمها والكمشافت رقم سبعة وتمانية دول تمام والكمشافت والكمشافت دول مهمين جدا جدا للكنترول عشان تعرف هتعمل انجيكشن امتا تعمل امتا الحاجات دي كلها اللي هقولنا عشان خاطر يحصل انجيكشن بالنسبة لنا في النظام الحديث بيعمل انجيكشن وقت السمام ما بيفتح بتاع السحب السمام بتاع السحب يفتح معين فهو خلاص عارف بتاعه عن طريق السنسور بتاع الكرانك شافت ده فيبدأ يدي الاشارة للانجيكتور افتحه دلوقتي بخي كيميات البنزين لو ما عندوش الاشارة دي مش هيرى في روش البنزين امتا وبتالي المتور مش هيدور اصلا معي يعني لو عندك مشكلة في الكرانك شافت والكمشافت المتور ده ما بيدورش تماما طبق عطلونا بس في الاخر ايه المتور ما بيقومش خالص معي يبقى عندك هنا اشوات سنسور مهمين او بنسبانا عندنا عام حاجة رقم واحد المس ايرفلو سنسور الووتر او تيمبيريتشا سنسور الكرانك شافت سنسور الا اي جي ار او عندنا او سوري ايجزاوست جاز اوكسجن سنسور الكام شافت سنسور مقوعة السنسور دي خد منها خامسة ست كده منهم معرفهم معرفة بتاعتهم عشان ده سؤال بيجي برضو في الامتحان تمام اوكي كده مش طب اه في السلايد اللي بعدها ده موجود جنبها شرحك كل سنسور فيهم هنشوفها دلوقتي كده مع بعض او اكيد هيقول لي مسلا في الامتحان سكرني مسلا خمسة او ستة بيشترح بتاعهم او هنا بشرحلك مسلا كده دارة بس بشرحلك الدارة على بعض ايجا ماشي بوريك عندك هنا في النسبة للسلايد اللي قدامنا دي كده في عندنا السنسور هنا بتاع التي بي اس او ثروت البوزيشن سنسور وفي عندك السنسور بتاعت الماف سنسور كل السنسور دي بتقرأ وتبعت الكنترول ده الكنترول بتاع الكنترول ياخد الكلام دوت يفهم في الاخر انت محتاج فهي باعت الاشارة بتاعته الانجيكتور او الانجيكتور بالنسبة لنا اهو على جنب هنا شايفه ايوه يبقى الكنترول عن طريق السيجنز اللي موجود عندك عن طريق الحساسات اللي موجود عندك هنا في ناحية الشمال دي تبعت الكنترول الكنترول نفسها هتحدد كمية الفيول تبعتها له الرشاش وعن طريق الكنترول نفسه ماشي يبقى عندك هنا عندك الانجيكتور هيبقى هيبخ في الانجين من جوه الانتاج بتاعه وعن طريق الكنترول بالنسبة لنا يبقى عندك الفيول موجود في الوقت المناسب والشرارة موجودة في الوقت المناسب اخد احسن الانجين في الحريقة بالنسبة لنا بعد كده الخارج بتاع الانجين هنا تيه جزء خارجي منه رايح على الحساب بتاعت الاي جي او اجزاوست جاز اكسوجين سنسور اه كمية الاكسوجين الموجودة عنده ويبعد فيك الكنترول او قليل الفيول شوية او زود الفيول شوية اهم لي كده؟ دي سايكل بتاعت الكنترول بتاعتشغال ازاي؟ او ان انا حب ان انا وضح عليها هي في الاخر هي مش بتيجي كده بالظلط بس ممكن تجيلك الرسمة زي كده مثلا ويقول لك اشرح لي ادارة هاتف الاشي ازاي هتقول لي عندك موجود السنسور زي كذا وكذا وكذا بتبعت الكنترول البتاعتها وبناء عن الكنترول تبعت كمية الوقود المفروض تتحقن دي عن طريق الفيول انجيكتور وبعد كده الانجين نفسه يستقبل كمية الفيول ديت مع الانجنيشن سيستيم الشوية الشرارة يتم الحريق بالنسبانا الحريق دوت يروح بعد كده دي اللي هو الفرح اللي تحت الرسمة بالظبط صح كده؟ ايه بالظبط كده بش عالة كل السايكل اماشي ازاي؟ طيب في فين المعلشة يا دكتور اللي فيها الفرح التمانية فنسور ايه هنا في open loop هنا بتكلم على الجزء بتاع لا اشعر لك كده هنا بشعر لك كل جزء هنا بس داخل جول حاجة يعني جوة جوة اللوب زي نفسها اللي موجودة عندي في الدارة بتاعتي في حالة open loop او close drop بنسبة دي كنترول بتاعي هشوف لك كده في هنا جزء هنا اعمل لها الريسيرش انا من علمت عادي واعملها هنا بفهمي ولا ليها سلايد ماشي اوكي لو ليها سلايد مع حضرتك عشان بس مع ايه لو انت حضرتك اعمال السنة بتاعتك بردو زبط اعمال السنة هتعمل لي زي سيرش صغير كده بس عشان بس قاش كده عشان خطر خلاص دخلنا في الامتحانات انواع السنسوس اللي موجودة عندك هنا في الانجيكشن سيستيم ووظيف كل السنسور تمام או ساكتب تمام HOLID تمام اا هكتبها بس قار أيها هدرو Sherman و اللي كده بتاني ما طلوب مني ايه دكتور السنسور طايبس الموجوده في الانجيكشن سيستيم سنسور طايبس سنسور نوع السنسور kick in engine management system ing انجي management ايوه management system management system تمام اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ه�، أ WEW successes. بالفنكشن بتاعتهم بالوظائب بتاعتهم انت زير فنكشن تمامي اكتر مسحين في المامل بتاعين كده ان شاء الله طيب تمامي جزئيت بس اللي هما التمانية سنسور انا هعملها رسيروش فانا عن نت وعملهم وبعطهم لحضرتك تعلق لي عليهم بس تقولي تمام ولا مش تمام مفيش مشكلة اوكي خلاص مش دي كده اللي محضرة خلصت ولا لسه فيها حاجة هي خلصت كده بس اذا معادها قد طويلة فقد تسمع اكتر من محضرة في نفس الوقت دي اخر حتى خلاص المحضرة عندنا هنا بحكاية بنسبة دخل عنا بردو لا هي دي بقى بغرض المعارفة دلوقتي حاليا اه بلقيت بعد مثلا خلاص يا دكتور يعني حتى لو مش عايزة يعني تقولي ركز على ايه تاني من الاول خلص بحيث ركز على ايه تقولي دلوقتي كده كده طويلة ايه بقولك اكتر من صحيح في المياه من الامتحان انت مركز اكتر يعني على الحاجات اللي احنا خدناه من بعد الميتر مفيش حاجزة من بعد الميتر اه انت ما حتى تركز جزء بتاع دورة الاربع اه الاربع اصفات دول اساسية كصرح وكرسومات بقى المرود خلاص اتخلاص حافستها بقى انت مش محتاج بقى رشعلك فيها انت متخلاص حاليته جزء بتاع ومسألة برضو اكيد هتيجي مسألة زي نفس المسألة تاريبا متعليب نفس الفكرة بتاعها بس ممكن ايه يعني القوانين لو انت فاهم القوانين انا ممكن اعب معك شوية كده بحيثش لايك تعرف في الدنيا ماشي يعني مسلا عنديك ايه يعني مسلا اولا مسلا ماداكش يخبر كام تمام ولا اقول لك مسلا في برسنتج البور والستروك ديك مسلا نسبة مسلا واحد لواحد مسلا هفرض انا يعني من معي انا بديك حاجة لك كده نسبة البور داعمل اه اللي عندك السلندر بور بالنسبة لنا الى سي من واحد لواحد ماشي فانت عرفت دي والال واحد لواحد اه نفس المحرك مسلا اتنين سلندر تمام تمام ومسلا السي سي تاع المحرك ما حضرتك فما كده الجيف النقط يبقى عندك عندك ما انا بولك وعندك السي سي وعند السونات اعرف فضل حجم السوناة الواحدة تمام ماشي اه صحيح تده ولا مش تعرف جلت حجم السوناة الواحدة حجم السوناة واحدة بساوي ايه افتح بس السلايد قدامي عشان الكوتر بتاع الدايرة او مساحة الدايرة في الساعة بتاعنا معايا ثانيا اخلا بس يا دكتور ثانيا اخلا بس يا دكتور ثانيا كده يا دكتور معاديش ممكن اقليبها لك بقى طب انت مهديني سي اار تطلق يعني انت تديني السي اار كاملة يعني هتديني الدول ال والسي اار اه. ده ده اللي اللي قتقول لك في امتحان بتاع المتر. معنى اقول لك الاخر ممكن ايه? العب فيها شوية. بمعنى ايه? اقلل لك المسألة. يعني اديك السي سي انا بتاع المحارج كم? ماشي كده? وديك النسبة بين ال والدي. فيش المحاضرة اكزامبل. لا 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 انت بحضوط القوانين هاتف. هي يا حبيبي هي المحاضرة اصغر الوحدة. بس انت ايه? الشمال با هو النوم بالنسبة لك وليين با هو اللي ايه? النوم دلوقتي هتقلب بس. تمام مش. وراء ولقيت فيها حاجة وانا بصدق. لو انا مديك D. انا لو مديك D ومديك L رألك تعسر بالسي سي. اه. مديني D والل هيحضر بالسي سي. وحتبق انا لو مديك السي سي سي. اه? انا لو مديك السي سي ساي ايه دي بديني الدي والل او انا خاصة ان اصبي اطلع انت بديني ودي والل فاروح احسب ال V2 ايه ايه وبعد ما حسبت ال V2 انت هتبقى ناقصني V1 عشان اجيب ال CR يعني انا انا ما اجيبت CR دي وقت خلص مش انت هتبقى معايك يا دكتور اسمعني انت عايزي السي سي بس هتديني السي آر جيفن ولا مش هتديني السي آر جيفن بس انت برضو ما لاش حلقة بالسي سي دلوقتي خلص طب ما انا لو معاي طب ما انا ما تسمعني كده طيب يا دكتور انا لو معاي الدي والال والسي آر هروح اجيبي البي اتنين من الدي والال وهبقى معايا البي اتنين والسي آر فهروح اجيبي البي واحد فانا كده اجيبت البي سي انا بقى مش مديك كده انا مديك العكس بقى مش مهم يا دكتور معالي اه خده خده كده هبورت عندك كده حاولت احفكر فيها كده لو مش طرف اقولك تماما يعني افتح اخبط كده يا دكتور مسلا يعني افتح كده القلم مش اخبط كده انا شايف انا قصد ايه هيمبقى كده كبه اكتور حشان انا ادرى افهمها انا فتح يعني سانيا 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 حاول اشوف لك كده الويد بورد كده انا اتفاد يعني اطلاعك دكتور لو السي أر أقل من التناثر مظبوط كده اه بالزبط كده احنا هنسبتها كده حلو يعني معملتاش ان السي ار بالجد والله والله كنت بتبقى صحة مشابط عليها انت وكتبقى عليه غلط قلت التركيز ما لما بتبقى مضامة كاتب انت كنت كتب كده لو قال لي من 12 تبقى بترول تمام فكتبتها بترول واحتمشوا قابط علي بترول وكتبها لي ديزيل تبقى انت مش فاهم صراحة لا لا مش كده انت لما تبقى مذاكرها واتلاخبطها كانت اقل ولا اكبر فخلاص سفتت معي انها تبقى ديزيل بصراحة يلا الحمد لله حصل خير بس خلاص هنسبتهم الاتنين اتناشر مظبوط كده ايوة عندك اصلا لو قال لي من اتناشر اتناشر فيما اقل لبنزين لو اكبر من الاتناشر تبقى ديزيل ما حاضرتك هو عشان يبقى ديزيل مفروط اصلا ما بقاش يعني لو هتخش في الديزيل يبقى عندك الحد العادة مش عارف ستتاشر او سبعتاشر يعني في مصر اصلا ما بديش فيها يسر كوموريش هاريش هتلاقي من اتناشر يعني من سبتاشر تمام بس اريد تفكر فيها في البيت لو عندك بتاعته ماتين وخمسين يعني الان واحد سليندر واحد سليندر اه والسي سي السي سي بتاعته متين سي 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 متين الانجين اللي دي كده البي واحد صح كده البي كبيرة اه 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 السي سي في واحد بامتين ماشي ايوة ماشي ومديك نسبة البور على الاستروك واحد لواحد اه بسبة البور بور واحد واحد انا فكرة دكتور انا فكرة انا فكرة حتة البور والاستروك دي يا دكتور احنا يعني انا هتلاقيني مش مجمعها معاك عشان انا مركزناش عليها في الميتر مبس تب عارف يعني بقصوك كلمة البور كتر الاستوانة واحد بور دي يعني كتر الاستوانة تمام كتر الاستوانة لا لا سمع حضرتك والتروك ده المشوار اللي بحرك تمام سعتutors عندي عبارة عن by على اثنيات اربعة بقى دي سكوير على الاربعة ضرورة في طرق العبارة عن ال ده اللي هو السيسي عندك في حالة بتاعتك دي. تمام. ايوة بالضبط كده. في تنين هو اللي في واحد. اهو انت عندك في واحد ده كليرانس ولا في واحد اصلا مش فكر القانون. الفي واحد اللي هو الفوليوم اه 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 الفوليوم اوف كومباشن شابتر. الانتين الفوليوم اوف سيلندر. يبقى اتنين. يبقى اتنين. يبقى اتنين. يبقى اتنين. ماشي? اللي هو السيسي اصلا. ايوة تمام. اه. فانت بتديني بقى انه هو البور على الستروك واحد. فعليك بقى انا. ايوة. فانت هتطالب مني ان انا اطلع لك ايه بقى? اطلع لك البور و اطلع لك. قيمتي البور الستروك الدي. ام. طيب هفكر. البر الدي والستروك الدي. طيب هفكر فيها. ماشي. يعني هطالب حضرتك طالب الدي. طب كمام. هزبوط كده? ايبقى بالضبط كده بالضبط كده. طيب مش هتديني اي جيفن تانية? يعني مش هتديني مسلا اه. قمت البيت. لا مش هتحتاج جوفن تانية يا كده خلاص كده. مش هتحتاج قمت مسلا. مش هتديني قمت السي ار النهائية مسلا. مش هتحتاج حتانية. واكده دول هتطلع لك. هتاخد السي ار بعد. طيب هحلها يا دكتور واريح. سي ار دي مسلا عشان تجيبها اي 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 اي. هحلها طيب وهبعت لحضرتك. ماشي اوكي. تسلم يا دكتور والله على تعم حضرتك معي. شوف كده وورنيني الحالة طاعة مش الزيك. والله يخليك حبيب. وابعتهم لحضرتك مع الريبرت اللي حضرتك طلبتوا مني. ماشي اوكي يا مساحل رب الله المستعين. ماشي اوكي يا دكتور. وفي حاجة يتليم مع وطولة. لا خالصة هلية متوفرة فيه ان شاء الله. بس استاذي الحالك بس تبعتني الفيديوين. ربنا عشانك حضرتك ربنا. حتى لو متحببات وواتسار تبعتهم لي تليجرام لو. حاشوف كده لو حرفهم حتى على البتاع وبعتلك اللينك بتاعه. ما تحرمش من زوء حضرتك يا دكتور. ماشي. الله يخليك حبيب في راية اللي. اي اخر? جزاك الله خيران الله يخليك. سلامة الله. الله يخليك حبيب ربنا يخليك مع السلامة. مع السلامة.